وسط احتفالية جمعت الرياضيين بالعدالية تشرفت الفرق الرياضية الفائزة بمسابقة كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد باستلام المكرومة الأميرية والخاصة بموسم 2015-2016 لقد عودنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله كل عام نتفضل على الرياضيين بمنحة كريمة من سمو الوالي لابنائها الشباب والرياضيين تحفيزا لهم لبذل مزيدا من الجهد والعطاء لتحقيق الأهداف والآمال لمستقبلا واحد من الإنجازات والإنصارات اليوم فعلا حضرة صاحب السمو كم كرم أبناء اللاعبين بهذه البطولة بما يستحقونها ويستحقونها واعتقد قاعد يدعمهم في أكثر من الشيء المادي يدعمهم بالشيء المعنوي وهذا هو اللي إن شاء الله راح يعود لنا كرتنا الأندية الفائزة أبدت سعادتها باستلام المكرمة مؤكدين أنها جاءت في الوقت المناسب وستشكل دافعا لهم لبدل المزيد من الجهدي لحصد الألقاب نشكر سيد حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد على تكريم أبناء اللاعبين وهذا شيء غريب عن حضرة صاحب السمو وإن شاء الله اللاعبين يستحقون أكثر من شيء وإن شاء الله الموسم الغادم يكون أفضل نشكر سيد فواز الحساوي وأخوانا من الجان اللي يتحفونا ويأبونا في مثل هذا الحفل وتم تكريم اللاعبين في جهدهم اللي إن شاء الله راح يتعوض بعد إن شاء الله بأكثر بأكثر بإذن الله خاصة من فريق العربي بإذن الله في الموسم الحالي فترات عصيبة مرت بها الكرة الكويتية مؤخرا وشكلت دعم من حضرة صاحب السمو أمير البلاد لأبنائه الرياضيين دافعا لهم للنهوض مرة أخرى بمستوى الرياضة والشباب من زرع حصد وحان وقت حصاد الأندية لمسابقة كأسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه للموسم 2015-2016 لتجني ثمار هذا التعب لتنفيزون المجلس رياض العبادي